أهلا بكم من جديد أبدت كارين روز زوجة السفير الأمريكي في الجزائر جون ديس روشر انبهارها بجمال الجزائر وأصالة تقاليد وعدات الجزائريين الذين التقت بهم وأنشأت روز صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تنشر فيها نشاطاتها في الجزائر بما فيها ذلك الزيارات التي قامت بها إلى عدة مدن ما جعلها تكتسب شعبية كبيرة في الجزائر وتحدثت زوجة السفير الأمريكي في الجزائر في هذه الصفحة عن محطات زياراتها وعن الجلسات التي جمعتها مع مواطنين وعن الأكلات الشعبية الخاصة بكل منطقة ومعنا هنا في الستوديو كارين روز زوجة السفير الأمريكي لدى الجزائر جون ديس روشر في الستوديو مرحبا بك معنا وأشكرك على تلبية الدعوة كارين روز شخصية محبوبة جدا لدى الشعب الجزائري ما السر هذه المحبة؟ أنا أحب الجزائر وكان لي وقت ممتاز في الجزائر وتعرفت على البلاد الجميلة والشعب الجميل وأود أن أضع تجربتي على الفيسبوك ويشرفني أن الكثير من الناس يتابعونني بالنسبة لتفاعل الشعب الجزائري مع صفحتك في الفيسبوك هل كنت تتوقعين ذلك التفاعل؟ لا في الواقع لا بدأت صفحة الفيسبوك للإظهار لأصدقائي وعائلتي في الولايات المتحدة ما أفعله ضمن أنشطتي ولكن الناس تعرفت على صفحتي وتمتعوا بها وحصلت على الكثير من الأصدقاء هكذا جميل إلى أي مدى ساهم قربك من الشعب البسيط والاختلاط معه وتعرف على ثقافاته وعاداته وتقاليده ساهم في كسر جليد الاختلاف نعم أنا أحب أن أتعرف على الناس وأمضيت وقتا طويلا في الأسواق وفي الشوارع وأيضا لدي تجارب كبيرة مع طلاب الجامعات والشبان والشابات خاصة الذين يتحدثون الإنجليزية تمتعت بوقتي في التعرف على الناس وعملت صدقات كثيرة أظن أنك تعلمت أيضا اللغة بعض الكلمات العربية بحكم اختلاطك يعني مع الشعب أنا أتعلم اللغة العربية شوية شوية وأنا تعلمت أن أقرأ وأكتب اللغة العربية وأنا فخور أنني أستطيع قراءة الصورة الأولى في القرآن وإن شاء الله سوف أتعلم أكثر من الكلمات شوية شوية قمت بزيارات لمناطق كثيرة ومختلفة في الجزائر زورتي الصحراء القلعة التاريخية مواقع أثرية أسواق عتيقة ساهمت رفقة سفير زوجك في الترويج للسياحة الجزائرية أكثر حتى من الوكلات الأصفار ما هو شعورك وأنت تساهمين في الترويج للسياحة للجزائر في كل أمانة أعتقد أن جمال الجزائر والبلاد والجزائريين يتحدث عن نفسه وأنا أحاول أن أرفع الوعي وأزيد فرص الصفر للجزائر وما يمكن للإنسان أن يراه في الثقافة الجزائرية وهذا عظيم إحدى الأشياء التي لاحظتها هي سوق الصفر العالمي ازداد إلى الجزائر كمقصد للسياحة وفي آخر عدة أشهر أعتقد أن هناك ثلاثة مقالات وضحت كيف أن الجزائر هي الخيار الأول للسياحة المغامرتية في 2020 جميل بالإضافة إلى نشاطك وزياراتك أماكن أيضا تقومين بالمشاركة بعمل إنسانية ومنها تقديم الدعم المالي لجمعية براءة المخصصة لمساعدة الأطفال المتأخرين ذهنيا في الجزائر ولقت مبادرتك استحسان الكثير وزادت أيضا في شعبياتك كيف تقيمين هذه التجربة مع مركز الأطفال تجربة عظيمة أحب أن أساعد قدر الإمكان وأحب أن أوضح الناس العاديين الذين يقومون بأعمال عظيمة في البلاد سواء ناس يساعدون الأطفال في المستشفيات عن طريق العلاج الفني أو الرواد الشبان أو الذين يبدأون في برامج تلفزيونية للأطفال أحب أن أوضحها في صفحتي على الفيسبوك وأمل أن يكون هناك دعم لهذه الأنشطة الشعوب العربية تعودت رؤية الشخصيات الدبلوماسية مرفوقة بالحماية بعيدة عن البسطاء دائما هناك بروتوكول لكنك مع السفير كنتما تنتقلان بكل أريحية بكل بساطة هل هي استراتيجية معتمدة لكسر هذا الجليد؟ لا بكل أمانة أنا جئت من عائلة متواضعة لم أجئ من عائلة غنية وأحب أن أتفاعل مع الناس العاديين أشعر بالراحة معهم وكانت التجربة عظيمة والشعب الجزائري شعب مضياف وبالتالي كانت تجربة عظيمة هناك إذا قارنت الجزائر بغيرها من الدول التي عشت فيها بماذا تتميز الجزائر؟ ما الذي يشدك أكثر فيها كبلد؟ الجزائر مكان خاص والجزائر فيها كل شيء من البحر إلى الرمال إلى الجبال إلى الأخاديد الجميلة الطعام العظيم وهناك تنوع وغنى ثقافي وفي كل أنحاء الجزائر إنها مكان خاصة وهي مكان شهد الكثير من التاريخ وأشياء كثيرة يمكن أن نراها سواء الأثار البربرية والرومانية والبيزنطينية والعثمانية هناك الكثير الموجود في الجزائر في الجزائر أيضا هناك نسبة بيطالة مرتفعة وأنت بما أنك اقتربت إلى الشارع البسيط والشعب البسيط ماذا التمستي عند الشباب العاطل عن العمل؟ هناك مواهب كبيرة وكثيرة في الجزائر أنا ألتقي بالشباب والشباب كثيرا وأنضي معهم الوقت إحدى الأشياء المتنامية هناك هي الاهتمام في الريادة إذا لم تجد وظيفة تخلقين وظيفة لنفسك بالإضافة إلى اهتمام الشباب بالصناعات التقليدية من المثير أن نرى الكثير منهم مهتمون بالبدء والشروع في مشاريعهم الخاص طيب هل تتذكرين أكثر لحظة أفرحتك عشتيها في الجزائر وأكثر لحظة حزت في نفسك أو أشعرتك نوعا ما بالحزن علي أن أقول أن إحدى التجارب الأكثر إثارة عندما الجزائر فازت بكأس إفريقيا أنا تابعت المباريات كلها وشعرت بالإثارة عندما فازت الجزائر الجزائريون كانوا فرحين جدا ونزلوا إلى الشوارع قادوا السيارات في كل مكان كانت لحظة سعيدة أن أشاطرها مع الجزائريين واللحظة الحزينة أنا لم تمر علي أي لحظة حزينة في الجزائر كي أكون أمينة معك وبالتالي سنرى أنا سأبقى هناك لفترة إن شاء الله باقي تجربتي هناك ستكون سعيدة أيضا علمت الآن أنك من مناصرين مولدية الجزائر أنت من مناصرين هذا الفريق؟ نعم أنا أدعم موليديا ومسا هذا هو فريق الجزائري المحلي في كلمة أخيرة ماذا تقولين للجزائر لشعب الجزائريين؟ الجزائريون لديهم الكثير الذي يفتخرون به بلد عظيم تاريخ عظيم وجيل صغير سيساهم في المستقبل إنها مكان رائع وأمل أن يشعر الجزائريون بالفخر أشكرك كارين روز على تلبية الدعوة أشكرك على كل هذه الروح الجميلة والطاقة الإيجابية التي جبتها للستوديو شكرا لك زوجة السفير الأمريكي لدى الجزائر جون ديس روشار شكرا لك شكرا وإنساها شكرا لك شكرا لك شكرا لك